السلام عليكم ازاع حضراتكم يا رب دلما تكونوا بخير انا المنصبري وان شاء الله في هذا الفيديو زي دايما ما حضراتكم تعودتم مني اشارككم كله هو مفيد لحضراتكم في العمل على الانترنت والربحة منه بازن الله عشان كان ان شاء الله في هذا الفيديو اشارك حضراتكم اداة مميزة جدا لعمل مقالات جميلة جدا ومش بس كده دي بتكون متوافقة مع بشكل كبير جدا وحي انت ممكن تستلم برضو هزي الاداة بشكل مجاني انات النهاردة بقى حضرتك هي اسمها any word dot com any word dot com طبعا دي بجد اداة مميزة جدا بتشتغل به الزكاة الاصطناي او لعمل مقالات متوافقة مع ال تعالى بقى نلقي نظر ممكن على او الخطط السعرية الموجودة في هذا الموقع المحترم تمام هنا عليك بقى اكتر من شكل يعني هي خاصة بالموست بزنسس يعني ممكن هي المشاريع او البيزنس الكبيرين او الشركات الكبيرة طبعا هنا في خطة سعرية احنا ملناش دعوة بها خالص احنا ممكن بقى ان ندخل في الجزء الخاص بالفيري سمول بزنسس تمام وهنا بقى عند خطة مجانية حضرتك بقى حتى بدون استخدام اي كريدت كارد بتكون بزيرو دولار في الشهر تمام وعندك هنا يعني ممكن رصيد معين من الكريدتس وهي تقريبا حوالي الف في الشهر تمام حلو خالص فنجي ندخل بقى على وزي ما اتفقنا هنا نشتغل احنا ممكن بشكل مجاني حتى لو انت بقى استخدمت ممكن ايميلات مهملة وخلافهم هنا بقى هسأل معكم الانهاردة ان شاء الله في هاي التسجيل والعمل على هذا الموقع المحترم ايه موقع وبريد مهمل تمام نرجع بقى عطول بقى على موقع اي وورد ممكن بنا اختار ممكن باسورد اي حاجة دلوقتي بشكل سريع جدا حلو خالص دوسنا بقى بمنتهى البساطة وهنا بقى بيبعث لك مسج على يور ايميل المسجل بيه تمام او طبعا هو في حدثنا النهاردة عبارة عن ايميل مهمل هلو خالص همو كامل هاي جميل جدا ادي المسج الى حضرتك هاي نعمل بقى ايميل ادرس جميل جدا هين بقى في حاجة حيائي لابد منها في هزا الموقع وهزي الى دا انه على قدر الامكان بيحاول تدخلك في الفري ترايل للخطط المدفوعة البريميوم الاخرى فهين بيقولك انه انت بتشتغل بقى بخطة تجربية سبعة ايام او اسبوع تمام ومن ثم انت تدخل بقى في خطة سعرية سعرها طبعا بقى لناحية وطبعا سعرها غالي شوية الامانة تقريبا بحوالي ميت دولار في الشهر حاجة اسمها احنا مش مشكلة زي ما انت فان احنا ممكن نشتغل على هزي الى دا وهزا الموقع بشكل مجاني حتى باستخدام الايميلات المهملة زي في حالتي النهاردة مفيش مشكلة بقى تدخل هنا تمام كده احنا مدخلناش اي كردت كارد ما تدخلاش خالص تمام احنا بيقول لك بقى احنا ممكن نقول احنا حلو خلص حلو جدا بمنطقة البساطة احنا ممكن بقى استمعنا فين بقى الموقع دا احنا ممكن نقول لكم في اليوتيوب او ممكن في الفيسبوك انا خليها ممكن اليوتيوب مفيش مشكلة اي حاجة بشكل روتيني زي الفول كده احنا بقى create your first blog post احنا بقى انشئ اول مقالة لحضرتك اه بتكون متوافقة مع السي او او السي او هنا اول حاجة بقى بقى كانت تسكرايب زي blog post تمام فحنا ممكن نكتب هنا التوبيك او الموضوع اللي هنتكلم عنه في المقالة الخاصة بحضرتك فحنا ممكن نتكلم وليكن عن اي نيجش عن اي مجال وليكن مسلا اي هي فوايد البطيخ مسلا للحوامل كمثال فنقول لها مسلا يبقى about مثلا the importance او the benefits مثلا for pregnancy تمام للسيدات الحوامل تمام حلو خلص هنا بقى ممكن نختار بقى الاندستري او المجال نفسه واحنا ممكن طبعا بنشتغل على نظام الهيلف مسلا الهيلف كير اندستري تمام زي الفل كده هنا الجزء الخاص بي بجد حاجة مميزة جدا في ادات النهاردة anyword.com طبعا تشك كده حضرتك هنا بقى حاجة اسمها target keywords ان الكلمات المفتاحية لانت بتستهدفها في your article تمام وهنا بقى في حاجة اسمها related keywords طبعا دي برضو عبارة عن الكلمات المفتاحية اللي هي بتكون لها علاقة واصلة بالكلمة الاساسية الخاصة بموضوعك فهنا بقى ممكن نختار ممكن يعني زي كده ايه تمام تمام طبعا دي ممكن كمثال يعني بشكل سريع جدا ممكن احنا ممكن نضيف ممكن برضو كلمة مفتاحية اخرى مثلا تمام حاجة زي كده هنا بقى الكلمات المفتاحية برضو اللي ليها صلة زي مثلا مثلا حاجة سريع كده مثلا مثلا نفس الفكرة برضو اللي هو كمثال يعني كمثالي برضو تمام وعلى سبيل المثال برضو على هذا السياق انت ممكن بقى تطلع هنا اكتر من يعني كلمة مفتاحية او كلمة لها صلة واعلاقة بالكلمة المستعددة الرئيسية وطبعا احنا ممكن نجيبها ممكن بطورة مختلفة ممكن من اداة ممكن من موضوع ال لو انت ممكن داخل بقى في حاجات ممكن بقى متقدمة وبريميوم زي وسم رش وخلاف المهم بقى انت تضع هنا اكتر من كلمة مفتاحية يعني بتكون لها رول مثلا وبتم اضاعها وتكون في فحوة تمام حلو خالص نجي الجزء الثاني بقى دوسها نكست حضرتك بشكل مبسط جدا هنا بقى بيعلك بها بيكون مثلا حلو خالص زبعاك شايف كده وطبعا هنا قداما هنا في سكور معين يعني بيختصر بالجزء الخاص تمام فهل ممكن هنا اختار ممكن يكون حاجة زي كده يعني الفوائد واهمية البطيخ للسيدات الحوامل اممكن بقى عندك هنا طبعا ده انا حاسة ده جميلة طبعا دي اكتر حلو خالص هنا عندك هنا حاجة اسمها يعني انت ممكن حابة تعمل هذه المقالة او هذا العنوان بيكون متوافق مع ايه هل ممكن بقى مثلا زي انستجرام وخلافه ولا ممكن من ناحية فهل ممكن نخليه تمام دوسنا برضو عشان تأكد اكتر ان هو يكون بشكل مبسط جدا شايف انت طبعا نختار بقى احنا اول حاجة زي دي مثلا كم مثالة حلوة دي حلو خالص دوسنا بقى جميل جدا هنا بقى في هذه المرحلة بيعملك بقى او او العنوان الفرعية الرئيسية تمام حلو جدا طبعا عندك هنا ممكن جدك هنا اكتر من ثلاث حاجات ممكن فهم ممكن ندوس هنا كل حاجة بمنطقة البساطة الحقيقة واحدة واحدة كده زي الفل كده شايفين ده عبارة عن فوائد مميزة للووتر ميلون طبعا عشان فيها مياه كتير وبتقلل ممكن الحرقان يعني الحموضة من الاخر تمام وزي الفل كده الجميل ده دوسنا نكست حلو خالص هنا في زي ما حالة بقى بعمل لك بقى جنرية لانترو او مقدمة اللي هي بتكون متوافقة برضو مع او شايف انت عندك هنا طبعا اكتر من جزء ممكن ما نختار ممكن الاعلى في زي مثلا ده زي الفل كده دوس نكست هنا بقى هنا بقى حضرتك تمام تمام زي الفل كده شايف انت هنا الانترو طبعا هنا العلوان هنا الانترو وهنا بقى مقسم بقى معلم بقى لموضوع الاوتلاين او الجزء الخاص بالعنوين الفرعية والرئيسية حلو خالص هنا بقى بنيجي على اي ممكن من تلك زي مثلا هنا في الجزء اليمين ده عندك هنا يعني تمام هنا نسمى بيولدك هنا قطعة نصية خاصة بهذه الكلمة او بهذا العنوان حلو خالص او انت حالي ممكن برضو هنا تضيف ممكن اي كلمة اخرى تمام بتخص برضو هذا البراجراف وهنا عندك هناك جزء خاص بالكي ويرد هنا حالي انت ممكن بقى تضيف ممكن لهذا البراجراف ممكن كلمات مفتاحية انت حالي بتكون موجودة في هذه القطعة النصية او في هذا البراجراف او في هذه الفقرة يعني نحن ممكن ندخل هنا ادى كي ويرد فهنا عندك هنا اكتر من اللي انت طبعا دكتما بلكده في الجزء الاول الخاص ب السرش انجين اوبتمايزيشن كي ويرد تمام سواء كان التارجتد او الريليتد فحنا ممكن نختلف ممكن ولكن هذه الجزء الكميثالي انا شايف انت؟ كده على قدر الامكان انا نحبين ممكن هذه الكلمة بتكون متواجدة في هذه القطعة النصية او في هذا البراجراف ونسمى انت ممكن تعمل هنا تطلع هنا فقرة نصية او باراجراف بيتكلم عن الجزء ده او او هو ملع التكفاف باستخدام الوطر ملماء او باستخدام البطيخ تمام؟ وبيكون فيها وجود هذه الكي ويرد تمام؟ فحنا ممكن نحذفها بشكل سريع جدا كده وسهنا تمام انجازا برضو للوقت وانا في ظرف ثواني بيتم عمل باراجراف محترم جدا شايف انت؟ طبعا باستخدام بقى فيما يخص الحوامل فيما يخص السيدات الحوامل في هذه الجزئية تمام؟ وهزا البطيخ المنوال برضو تطبق بقى في باقي زي مثلنا تمام؟ برضو هنا فيما يخص برضو تمام؟ شايف انت؟ وترميله كزا 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 عشان تخفيف الوزن وهكذا برضو بالنفس المنوال برضو تطبق انت وبتعمل بقى اجنالية لهذه المحترمة لعمل حضرتك اللي بتكون فيها اكتر من مرة استهداف للكلمة المفتاحية الرئيسية الخاصة بحضرتك وبكلا طبعا بهذا المنوال حين تتعمل بقى يعني مقالة محترمة جدا بتكون متوافقة مع سيو بيكون فيها تكرار زيادة بقى للكلمة المفتاحية الرئيسية انت بقى حاق تستهدفها في حضرتك وبرضو في حاجة برضو مميزة جبدا برضو في ادات هي ممكن حياة لو انت حاق ممكن تعمل اعادة صياغة ممكن لجملة معينة ولا حاجة مثلا زي مثلا الجملة دي كمثال يعني عندك هنا فيك جزء اسمها تعمل اعادة صياغة لها تمام؟ بما يتناسب حياة ممكن بقى مع سياق الجملة او انت حاق ممكن بقى تعيد صياغتها بشكل افضل او بشكل اكثر احترافيا يعني شايف انت اهو عاجبتك يا معنى بقى دوسنا بقى او ممكن بقى ترايجين وانت بقى حاق تمليها عادة صياغة مرة اخرى تمام؟ حلو خلص بشكل بجد مميز جدا وبتده انت عرفت بقى تعمل ازاي مقالة جميلة جدا من الالف الى اليا بالعنوان بالمقدمة او الهيدنج تمام؟ بيكون بشكل كبير متوافق مع او ويكون فيها تكرار الكلمة المفتاحية الرئيسية اللي انت بتستهدفها في وبرضه عادي نسترمها بشكل مجاني اي نعم او هتخلى بنا احنا كده حاليا في او في الخطة التجريبية اللي هي تقريبا حوالي ممكن اسبوع ويكون فيها ايتاحها فقط حوالي خمس تلاف يعني ممكن حوالي رصيد خمس تلاف خلال هذه الفترة ومن ثم بيطلب منك بقى تعمل او تدفع بقى بشكل مدفوع وتكون بشكل تمام؟ فانا بقى حابين نشتغل ممكن بقى بهذه الخطة المجانية بهذه الفريتراي المعلم بقى بسلام اي ايميل مهمة لو زي الفول كده وحلو وخالص ممكن مقالة او مقالتين ومن ثم نستغرمها وهكذا بقى نشتغل على هذه الطريقة مرارا وتكرارا وبكده خلاص بدا النهاردة اتمنى انكم استفدتم من هذه الطريقة المميزة www.anyworld.com وبجد لو كان فيه اي سؤال اي استفسار على محضراتكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم ومع السلامة اشتركوا في القناة